بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الأخوة والأخوات في كل مكان أسعد الله وأوقاتكم بالخير وأهلاً وسهلاً بكم على قناة البلاون التقنية أدعو الجميع للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وإن عجبكم المحتوى لا تنسونا اللايك مرحباً بكم في الجزء الثاني من شرح إضافة الترجمة العربية إلى الأفلام والمسلسلات الأجنبية باستخدام تطبيق إن بلاير اليوم سوف نقوم بشرح كيفية جلب الترجمة العربية من مواقع مختلفة مثل موقع سوب سينس وإضافته إلى تطبيق إن بلاير وتشغيل الفيلم مع الترجمة طبعاً أنا قمت بتنزيل فيلم اسمه سبيد لعام 1994 إنتاج 1994 يعني وقمت بإضافته مباشرة إلى تطبيق ريكوردر إيتشيكيو اختصاراً للوقت بحكم إستخدام نور سينسند اشتركوا في القناة 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 طيب سوف نضع هذه اللغة العربية لأنه لا يظهر على هذه العلامات الترقيمية والمشكلة فيها سوف نضع هذه اللغة العربية سوف نضع هذه اللغة العربية سوف نضع هذه اللغة العربية سوف نبحث عن الترجمة لهذا الفيلم من خلال التطبيق نفسه سوف نذهب إلى subtitles ثم إلى insert and add subtitles وبعد ذلك نذهب إلى opensubtitle.org إذا ما وجدنا الترجمة لهذا الفيلم بنروح إلى أحد المواقع الثلاثة اللي راح أكتب لكم راح أترك لكم روابطهم في وصف الفيديو إن شاء الله وبنتجلب الترجمة من أحد هذه المواقع وكل الثلاث مواقع ذول هم في مواقع عديدة يعني ولكننا نظرنا أفضل ثلاثة متوافقات مع الفويسوفر ممكن نجلب الترجمة العربي لأي فيلم أو أي مسلسل عالمي من هذه المواقع بالطريقة نفسها بدون أي اختلافات بمجرد بس كتابة اسم الفيلم والضغط على سيرج سوبتيتول ثم نمشي في المواشر لغاية ما نوصل إلى الفيلم المطلوب والضغط عليه وبعد نمشي في المواشر لغاية ما نوصل إلى اللغة العربية دائما اللغة العربية هي في البداية من فوق بالـ AR طبعا بتكون مرتبة اللغات حسب الأبجادية بالضغط عليها بعد ما نضغط على الرابط بالروح إلى داونلود عربك سوبتيتول وتقوم بتنزيله وزي ما قلت دائما نختار أول خيار من الخيارات لما نجي عند اللغة language يقول لنا أي عربك بتكون هي أول الواحدة فوق نضغط عليها وننزلها لأنها تكون هي أكثر توافق أكثر دقة وأفضل من البقية اللي بعد منهم بكون لأنهم بكون في عدة الترجمات اللي هو العربية فيما بعد ودائما لازم تكون صيغة الترجمة زي ما قلت SRT وإن شاء الله في الجزء الثاني الجزء القادم اللي هو الجزء الثالث رح أشرح كيفية التسجيل في موقع بليند ميسي وكيفية تنزيل الأفلام من موقع بليند ميسي إن شاء الله والجزء الأخير رح يكون جلب الأفلام من مواقع أخرى أفلام كاملة يعني أفلام عادية ليست بزيغة الM3 وإلى اللقاء في الجزء الثالث إن شاء الله